يوما بعد يوم تزداد العلاقات توترا بين روسيا والدول الغربية بسبب موقف موسكو من الأزمة السورية الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها جون كيري هددت بوقف التعاون مع روسيا ما لم توقف الأخيرة هجمتها الدموية على حلب وتستأنف العمل بوقف إطلاق النار متهمة موسكو باستخدام قنابل محرمة دوليا ضد المدنيين وحذرت واشنطن موسكو من هجمات انتقامية قد يشنها متطرفون على مصالح ومدن روسية المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أشار إلى أن واشنطن تدرس خيارات غير دبلوماسية للرد على أعمال العنف في سوريا واشنطن تستعد لتعليق التزامها الثنائي مع موسكو حول سوريا لم نتخذ الإجراءات حتى الآن لكننا مستعدون تماما على المضي قدما في تلك الخطوات التي من شأنها في نهاية المطاف تعليق المشاركة الثنائية مع روسيا إلا إذا اتخذت روسيا تدابير فورية لوضع حد للهجوم على حلب وإعادة العمل بوقف الأعمال القتالية أما وزارة الخارجية الروسية فقد أشارت إلى أن وزير الخارجية سيرجي ليفروف حتى نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي على تنفيذ واشنطن لتعهداتها بالفصل بين المعارضة السورية المعتدلة والجماعات الإرهابية مبديا استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة فرنسا هي الأخرى لم تكن بعيدة عن الحرب الكلامية حول الأزمة السورية فقد سرح وزير خارجيتها جام مار إيرلوت عن نية بلاده طرح قرار في الأمم المتحدة لإعادة العمل بوقف إطلاق النار في حلب متهما الذين سيمتنعون عن التصويت لصالحه بالمشاركة في جرائم حرب في سوريا الاتلاف الوطني السوري المعارض من جهته اعتبر أن الحل السياسي في سوريا لم يعد مطروحا على الطاولة مهددا بأن جميع الخيارات مفتوحة أمام قوة ثورة السورية لصد ما وصفه بالعدوان الروسي على سوريا عثمان عمر العربية